يتبعون الإيرانيين في كل شيء ويتشيعون في صنعاء أموال ضخمة أنفقتها الميليشيات الحوثية أمام ملايين الجوع لصالح الإمامة الهاشمية بمناسبة العاشر من محرم التي توافق كما تقول الروايات التاريخية غرق فرعون ومقتل الحسين ابن علي ملياري ريال تكاليف الفعالية في صنعاء وتوزيع للباس الأسود والعمائم واللطميات وجلسات حسينية في منازل القيادة الحوثية يوم عاشورات تأتي بعد أقل من شهر من فعالية الحوثيين بما تسميه يوم الغدير والتي أنفقت الميليشيات ميزانية ضخمة للدعاية ونشر صور زعيم الجماعة ودعوات للعبودية والتسليم للولاية السلالية الهاشمية كما وزعت المنشورات الصور على كامل النطاق الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي المتمردة بصنعاء ومحافظات أخرى وتعتبر محافظة صعدة على الحدود مع السعودية أكثر المحافظات تأثرا بالتغييرات المذهبية خدمة للأجندات الإيرانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر